ولنقاش البيانة الذي أصرته لجنة العليا للمثاق الوطني العراقي بشأن تفجير الذي شهدته البصرة انضم إلينا عبر خدمة سكايب عضو لجنة العليا للمثاق الوطني العراقي عبدالقادر نايل أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام سيد عبدالقادر أصدرتم في اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي بيانا بشأن تفجير البصرة ووجهتم فيه الاتهام وحملتم الميليشيات مسؤولية هذا التفجير ماذا وافع الميليشيات لارتكاب مثل هذه التفجيرات من المعلوم تماما أن الميثاق الوطني عندما حقيقة صدر بيانا هو أراد أن يكشف الحقائق بطريقة واضحة وجلية ليس فقط بيانا يستنكر فيه لأننا إذا استنكر العملية الإجرامية التي حدثت لأهلنا في البصرة فإننا نعزي من خلال قناتكم الكريمة عوائل الضحايا وكذلك ندعو بالشفاء العاجل للجرحة هذه الملابسات التي لا بد أن يتم كشفها للشارع العراقي بأن الميليشيات تقف وراء هذه الجرائم بعدة أدلة ولذلك تماما اليوم ما ذهب إليه الميثاق منذ ساعات الصباح الأولى في بيانه لهذا اليوم أكدته بعض الأطراف السياسية كمقتدى وكالكاظمي ذاته حول تفجيرات البصرة وبالتالي هذا يؤكد تماما أن هناك دلائل كثيرة تريدها الميليشيات الأولى هو تريد إنهاء كل من يعمل على كشف جرائم الميليشيات داخل الأجهزة الأمنية هناك بعض الضباط يعملون بشكل فردي على كشف جرائم هذه الميليشيات وذلك رأينا أن الدراجات النارية التي تستخدم في الاقتيالات واستخدمت في اقتيالات تظاهرات ثورة تشرين اليوم ذاته هتقتل في كربلاء وذات لبعض الضباط الذين يسعون إلى كشف بعض الحقائق وما جرى اليوم أو ما جرى أمس أيضا في البصرة هو ذاته دراجة مفخخة لاستهداف أيضا ضابط كان مسؤولا عن اعتقال الشخص الذي قتل الصحفي أحمد عبد الصمد وبالتالي معلوم تماما هذا القاتل لمن ينتمي لميليشيات حزب الله وهو اعترف صراحة على أن الفتاوى تأتي من إيران في الاغتيالات وبالتالي يؤكد على أن الميليشيات تستهدف إلى جعل العراق محرقة من أجل ابتزاز سياسي الوصول إلى مقاعد برلمانية أكثر وهو ما لوحوا به من تهديدات قبل عدة أيام هذه الميليشيات إما أن يكون هناك تواجد لهم في تشكيل الحكومة أو الذهاب إلى المجهول في العراق سنتحدث لاحقا عن هذه التهديدات قبلها كيف يمكن قراءة تصريحات مقتدى الصدر الأخيرة حول عودة الإرهاب واقترانه بالأزمة السياسية الحالية في العراق يعني هم لا يستطيعون القفز على الحقائق وبالتالي أرادوا تدليس وتضليل الشعب العراقي حول أن هذه التهجيرات وراءها داعش من أجل هذه الشماعة تكون حقيقة جاهزة للتغطية على جرائمهم لكن لم يستطيعوا لأن الحقائق واضحة ودامغة وبالتالي تأتي هذه الاعترافات أنا أقولها اضطرارا وبالتالي هي أيضا بسبب التنافس السياسي فيما بينهم فأراد أن يكشف حقيقة هؤلاء لأنهم منافسين له سياسيا وبالتالي هو لم يهدف إلى كشف الجريمة بقدر ما هو أراد أن يكشف حقائق حتى يضع هؤلاء أيضا في مواقف محرجة لأن الشعب العراقي تماما يريد أيضا اعترافات من بعض الأطراف السياسية لكن في نهاية المحصلة أن هذه الاعترافات التي أدلى بها الصدر وكذلك الكاظمي هي اعترافات تؤكد حقيقة على أن القتل واضحين تماما الآن والذين يريدون قتل الشعب العراقي معروفين وبالتالي ينبغي أيضا أن يكون هناك محاسبة لهم وبالتالي أيضا هو اعتراف من جهة أخرى بفشل حكومة الكاظمي والإجهزة الأمنية الذين هم جزء منها بطريقة واضحة تماما لهم لا يستطيعون اعتقال هؤلاء ولا يستطيعون أيضا محاسبتهم أو إيقاف جرائمهم التي أوغلت في دماء العراقيين من الأبرياء بطريقة حقيقة فجة وبطريقة إرهابية إجرامية يعني يندى لها جبين الإنسانية يعني أين مقتد الصدر وميليشياته وهو يعني مشارك في القوات الأمنية من الجيش وغيرها بعناصر كبيرة أين هو من اعتقال هؤلاء يعني هل يكتف القضية بالتصريحات ومن ثم إن الكاظمي إذا كان حقيقة يدعي أنه يريد اعتقال هؤلاء أين هو من اعتقال قادة هؤلاء الإرهابيين من الميليشيات بالتالي هو يسكتون عنهم ويتواطعون وبالتالي هناك تخاذم وتخاذن ويكتفون بالتصريحات السياسية فقط ومن هنا أشير إلى قضية مهمة هذه التصريحات نسفت رواية سعد معا المتحدث أو القياد في وزارة الداخلية الذي منذ يوم أمس هو يحاول أن يجعل هذه التفجيرات تفجير البصرة على شماعة داعش وبالتالي صرح علانية على أن هذه التفجيرات تحمل أياد أو تحمل بصمات داعش وبالتالي جرى تكذيبه بطريقة واضحة تماما أيضا من داخل إطار العملية السياسية بالعودة الحديث عن الميليشيات التي هددت مرارا هي والأحزاب التابعة لها بتنفيذ عمليات أو جر العراق إلى العنف وهددت صراحة بذلك إلى أي مدى نحن اليوم في مرحلة تنفيذ هذه التهديدات السابقة لاعتراضها على نتائج الانتخابات هذه الميليشيات وأحزابها المسلحة الذي حقيقة لا توجد حالة مثيلة في العراق إلا في العراق في العالم لأن تكون هناك أجنحة مسلحة تمتلك أحزابا سياسية هذه حالة نادرة يعني لا يوجد في العالم هذه قد بدأت تنفيذ مخططاتها حقيقة منذ لحظة إعلان النتائج بطريقة واضحة تماما وهي تصعد في الاغتيالات بطريقة واليوم تصعد أيضا بعمليات عسكرية لأنه لا يمكن فصل حتى ما جرى في شمال العراق من هجمات هم اتهموا داعش لكن الأهالي عندما سألناهم في مخمور وفي ألتون كبري وغيرها من المناطق التي شهدت هجمات قالوا كيف يمكن أن نقول أن الهجمات جاءت من طريق داعش والمناطق التي شن هؤلاء المهاجمون فيها هي مناطق يستولي عليها أو تستولي عليها ميليشيات الحجد فكيف يمكن لداعش أن يتحرك بسهولة ويحمل أسلحة ثقيلة ويبقى يوما كاملا في مناطق يحرق فيها منازل وبالتالي لا تتدخل الحكومة ولا هذه الميليشيات ثم ينسعب أدراجه من دون أن يكون هناك تأثير لذلك علامات استفهام كثيرة تماما تلف هذه العمليات الشعب العراقي يعي تماما أن هذه الميليشيات تمارس الابتزاز السياسي لأن تصريحاتهم واضحة أننا لن نذهب وهذا على لسان الميليشيات والإطار التنسيقي تعديدا لن نذهب بدون أن نكون جزء رئيسي من الحكومة لن نذهب إلى المعارضة كما يدعون أنهم يريدون المشاركة في الحكومة لخدمة الشعب وهذا حقيقة محض إفتراء أولا وثانيا يؤكد على أنهم في بوتقة الصراعات والعراق دخل في صراعات وفي أزمة نتائج الانتخابات لأن العملية السياسية برمتها مبنية على قوة السلاح وتفاهم السلاح ولذلك حقيقة تجري عملية الذهاب إلى التوافقات لأن هؤلاء إما أن يحرقون البلد أو يذهبون إلى التوافقات وبالتالي ما يحدث الآن من حراك واضح وضغط كبير تمارسه مثلا بلاس خارط عندما تذهب إلى مقتدى الصدر وكذلك ما يحدث الآن في شمال العراق في أربيل تحديدا من لقاءات مكوكية كلها تهدف إلى الدفع باتجاه عودة العملية السياسية إلى التوافقات فيما بينهم خوفا من سلاح الميليشيات لأنه يبتزهم بصراحة لذلك ما يحدث الآن هو تنفيذ لهذه التهديدات من أجل الابتزاز السياسي والحصول على مغانم داخل تشكيل الحكومة الحالية يتساءل البعض عن المشهد الديمقراطي الذي أرادت إدارة الاحتلال الأمريكية ترويج له والذي يتجسد اليوم في العبوات الناسفة التي يروح ضحيتها مدنيون والأوراق في صناديق الاقتراع ممثلة في العملية الانتخابية الشكل الفعلي والحقيقي للديمقراطية أي مشهد تم ترويجه اليوم في العراق؟ اليوم بالأدلة الواضحة أصبح العراق فيه وهم الديمقراطية لا توجد ديمقراطية في العراق وما يجري الآن هو أن لغة السلاحية السائدة في عملية تنفيذ تشكيلات الحكومة فيما مضى وحاليا بشكل جلي واضح للعلان لذلك حقيقة لا قيمة لصناديق الاقتراع لأنها تتحكم فيها إرادة السلاح وبالتالي لا يمكن أيضا الذهاب إلى تعددية سياسية في العراق الذي هي تمثل العامود الفقري للديمقراطية وبالتالي ما يحدث الآن هو ليس تعددية سياسية إنما صناعة لميليشيات مسلحة تمارس العمل السياسي بلغة السلاح وهذه الحقيقة لا توجد في أي ديمقراطية في العالم ولا يمكن لأي ديمقراطية أن تنشئ هكذا عملية سياسية نهائيا لذلك حقيقة لا وجود لهذه الديمقراطية وفي العراق هو وهم حقيقي لهذه الديمقراطية لأن السلاح هو الذي يتحكم ولأن هؤلاء أيضا يدارون من الخارج وبالتالي وصلت العملية السياسية البائسة إلى طريق مسدود ولذلك لفضها الشعب العراقي ورفضها ولم يشارك فيها لأنه لا قيمة لها بالأساس فأصبح صريحة وواضحة أن ما يحدث في العراق هو عملية تسويق لأحزاب أوجدها الاحتلال ودعمتها إيران وبالتالي قوة السلاح المحتل وإرهاب إيران وتدريبهم لهؤلاء أن يكونون أيضا إرهابيين في قمع الشعب العراقي هم من يتولون تشكيل الحكومة وبالتالي الديمقراطية قد انتهت في العراق منذ بدايتها والآن بشكل واضح تماما هي ماتت عند العراقيين ولا قيمة لها بالمطلق لأنه لا يوجد هناك لا صناديق الاقتراع ولا منافسة حقيقية للانتخابات ولا سلطة للشعب العراقي في اختيار ممثلين شكرا جزيلا لكم عضو لجنة العليا للمثاق الوطني العراقي عبدالقادر النايل حدثنا عبر خدمة سكايب